مرة اخرى يبغي تنظيم الدولة المحاصر في اخر جيوبه في المناطق التي يسيطر عليها تحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وحلفائه على الارض متسببا بارباك اخر مراحل عملية عصفة الجزيرة التي مضى على انطلاقها اكثر من شهر هجوم التنظيم وفق مصادر متطابقة خلف عشرات القتلى والمفقودين من قوات سوريا الديمقراطية جاء استغلالا للحالة الجوية التي امنت بدورها غطاء منع اي مساندة لعناصر قسد الذين توغلوا بشكل كبير في الجيب الاخير ولم يتبقى لهم الا بضع قرى ومساحات من الصحراء التي تشهد اشتباكات منذ ايلول الفات المدفعية الامريكية دخلت على خط المواجهة عبر المرابض المتمركزة في حقل العمر الحاوي على القاعدة الامريكية الاحدث والاكبر في المنطقة اضافة لمشاركة سلاح الجو الذين ساهموا في اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل ليل الاربعاء الفائت المعارك التي تشهدها منطقة هجين وما حولها احالت حياة من تبقى هناك الى حالة مأساوية جديدة يشهدها الفرات المنسي بالاصل كما تفتح هذه المعارك اسئلة كبيرة عن المشاركة المتأخرة للقوات الامريكية التي بدأت بعد ساعات من اقتحام تنظيم الدولة لمواقع قسد كما تذكر بمصير عملية عصفة الجزيرة واين وصلت وهل حققت اهدافها التي اعلنت عنها